يا مسائل فل عليكم عاملين ايه الاخبار يا رب تكونوا بخير كل سهون طيبين قبل ما تفطر كده خد يا صاحبي كلمتين مننا شوية اخبار رياضة كده ايه فيعني الحاجات لايت كده قبل الفطار ام بارح طبعا شفتوا مباراة نادي الزمالك والنادي الاهلي وفوز النادي الاهلي ببطولة الدورة العام الهندبول بعد انتصاروا على نادي الزمالك بفاجأ اكتر من 3 اهداف المباراة تقلق فيها حميد بشكل كبير جدا وتقلق فيها كريم هندوي برضو بشكل كبير جدا بس قبل ما يبدأ الكلام يعني ليه فتحنا بكورة اليد كورة اليد تدل يا فاندم المشكلة زي ما قلنا لك من زمان من شهور المشكلة مش في لاعب ولا مدرب ولا ولا جمهورنات زمانك مبارح بيعمل ملحمة عظيمة ابدأ بس بالكلام ده عشان الهي هو ده اللي هيلكن جمهور زمانك بيعمل ملحمة عظيمة وبيروح لفرقة الفرقة طبعا لزول همم اه فرقة نادي الزمالك عامل عظمة في الدورة ووراها فريق كبير جدا ووراها سوري جمهور كبير جدا جمهور نادي الزمالك بيروح وبشكر بالاخص اه اخونا ملك دونجا من الناس اللي بيتروح وبتباحهم بشكل جيد وعنده شغف في الموضوع ده وده ربنا يعني حاجة كويس قوي للرياضة وللحياة كإنسانية طبعا يعني بعيدة عن الكرة والرياضة وكل حاجة دي حاجة مضيفة يعني فالناس دي مضيفة يعني فابنشكره طبعا هذا الحاجة المضيفة اللي هو بيعملها دي فجمهور الزمانك هراها ووصل رسالة اه للعيبة كرة القدم في هذه المباراة ان العيبة بتاخد ملايين هاه لعيبة بتاخد ملايين ودول تشوفوا لعبوا انهم بيلعبوا بروح وحماس بس القصة كلها جمهور الزمانك طبعا عمل مباراها رسالة دي يوجي عنده حق جمهور الزمانك اللي عنده حق لان هل لعبت الزمانك لعبت كرة القدم بعيدين عن قصة انهيار الزمانك لا طبعا لان طالما انت نزلت يا فاندم طالما انت نزلت يا كابتن اي كابتن فيكم طالما انت نزلت وفي الملعب يبقى عندك شرف التشيرت اللي بتلعب فيه عن رفين اللي فيه 600 ألف مشكل وده بقى الرسالة النهاردة فرقة اليد كمان بتتغلب النهاردة فرقة البسكت بتتغلب كل الفرقة الرياضية حتى القطاعات بتتغلب لسه مصمم اللي هي قصة تجميعة مش عايف مين يجمع ايه ولا مدير فني ايه ولا 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 ها لسه مصممين على كده ولا شايفين اللي هي المشكلة عامة في النادي ما هو لازم يا جماعة اي دولة بالراحة ونتكلم بهدوء ورحنا صايمين اي دولة اي مؤسسة اي نظام اي حاجة في الدنيا اي شركة اي سوبر ماركت اي حاجة اي حاجة لو معرفش لو معرفش اي هي المشاكل اللي عنده لو ما شافش ايه المشاكل اللي عنده حلها دي مشكلة لكن النادي الزمالك وبعض مسؤولين وبعض الموريدين رئيس النادي بيطلق لعا لا لا الراجل الالماني مثلا وهتكلم عن الوقت على الراجل المدرب الجديد الراجل الالماني راجل سايج جدا ومالوش فيه ومقولنا هنا طبق قلنا ايه اختياره على اساس ايه ومدربش حاجة وبتاع لعا لا لا جامد وانتوش عرفكم انتو بتهجموا الراجل قبل ما ايجي فجل راجل شوفوا نفس الناس بس افهمك حاجة نفس الراجل نفس الناس جل راجل فالراجل مشي بعد شوية التعقد الحمد لله ما حصلش فما اهل لك اه طبعا هو الرئيسي النادي شافوا او اي يعني ما هم انتو اصلا قلت اللي هو مدون سيفي ايه ده ايه ده يعني ايه الكلام ده جماعة انتو بتزودوا والله العظيم انتو كده بتزودوا من الببلطين الغلطان بلاش الفشل يا سيدة بلاش كلمة اكفاش الغلطان قولوا انت غلطان هيشوف غلطه ويصخحوا بس ايه الصعوبة في الحياة كده يا جماعة يعني ايه الصعوبة في الحياة كده اللي جمهوري الزمالك مبالحيك والله العظيم كمية رسالة غير طبعا بسأب كورت الياد ده العكاز الاخير اللي كان جمهوري الزمالك بيسند عليه في ظل الازمات يعني انت بتقول لك العشاء السودة العشاء السودة حتى فرقة الياد دي كانت ماشية كويس كان فرقة الفولي بتخطف كان فرقة السلة بتخطف لكن مفيش كده مفيش انهيار فرقتين من النشئين بياخدوا حاجة لكن انهيار كامل كده ما حصلتش في تاريخ الزمالك كله الارقام خزع باليها والتهالك باللقاءات الدربي وهتوصل على اخر الشهر ده رقم جنوني ممكن يوصل جنوني فانت شايف اللي ده تمام شايف اللي المشكلة في حد في شايف مشكلة في اللاعبين اللي الجمهور واجه لهم رسالة امبارح ورسالة قصية جدا وكانت لازم تتوجه كمان في الاستاد طبعا الاستاد لظروف خاصة كتير بقى مش وقتها ما كانوش قادرين يواجهوا الرسالة دي بس امبارح هتوجه لهم رسالة لكن كل دولة جزء من المشكلة لكن المشكلة الكبيرة هي بانت امبارح وتجلت قدام العامة وقدام حتى اعتقد محبي رئيس النادي ومحبي الادارة اتجلت امبارح في هزيمة كورت اليد نبدأ نتكلم على المدير الفني ومش عايزين نسقل على الناس اكتر لان فعلا الجمهور الزمالك الله يكون فعونه بجد بجد يعني براحة جالي رسالتي فعلا تشيب تشيب خلايا نتكلم على المدير الفني طالما انا قلت رأيي في المدير الفني اللي فات فهنقول رأيينا معلش انا اسف لأ المرة كده كل شوية الراجل اللي جاي ده راجل كويس جدا خوان كارلوس ليه كويس اولا مدرب وبعدين يا صاحبي وانت بتقيم نادي الزمالك ونادي الاهلي في اختيارهم من المدربين بالاخص انت مش تشيلسي انت مش توتن هام مش ليفربول انت الزمالك والاهلي بتلعبه في افريقيا ما تنسوش كده واحد يقولك ده اخد اربعة دول كلومبي اربعة دول كلومبي دي انت مصري يا ابني انت بتقيم بلان على ايه وانت انت ايه بفرق بينك وبين كولومبيا اللي في الدول انا مش فاهم والله العظيم ايه الفرق بينك وبين كولومبيا في الدول ايه الفرق الخيالي اللي بينك وبين كولومبيا في الدول راجل درب في كاس العالم ودرب منتخب كبير في كاس العالم ازاي ازاي الناس بتقول كده انت لازم تبقى انت عارف انت عارف انت فين اصلا بس انت مصر انت بتلعب في الدورة ومصري في طول الدورة مش هيجيلك حد زي كلوب مثلا وكان فيه في مرة من المرات قاله وفيه مضرب خيالي مش فاكر الاسم يا جماعة ده كلام مستحيل مش علشان هو هيجي ضرب فان في أفريقيا فلازم تعرفه وانت بتقيم اي حد عارف انت جاي فان الراجل وجيت نظري زي ما قلت في الألماني الألماني ده ما كانش له اي سفي مالوش اي تجارب مالوش اي فرقة مالوش اي سفي مالوش اي تجارب مالوش اي فرقة ضربها قبل كده على عكس الراجل ده خط التجارب كتيرة جدا مدرسة اللاتينية بالنسبة للزماني كله عشوائي جدا في كل حاجة الزمانيك عشوائي جدا في كل حاجة ايه تزد من قطاع الناشئين لأكبر لعب في الفرقة كل حاجة ماشية مع عشوائية كل الملفات ماشية مع عشوائية اللاتين شكلنا في الحتة دي اللي ضرب في المكسيك اللي ضرب في كلومبيا فاهم لان كلومبيا والمكسيك زينا بلاد برضو عالم ثالث يعني فحوارات العشوائية دي مش هتاخد مارتنيول فشل في الاهلي لا يا جماعة مارتنيول فشل في الاهلي معاني مارتنيول مدارك كبير جدا فشل في الاهلي لان مارتنيول جاي فاكر اللي هي زي انجلترا فيه واحد بتاع اماع او فيه واحد بتاع تحليل وفيه واحد بتاع صحة وفيه واحد بتاع تأهيد نفسي وفيه واحد بتاع المفروض زي اي منظومة في العالم لكن هو فشل في مصر لذلك كنت خايف من فكرة الالمانيا اللي جاي ده لانه هو راجل اكاديمي يعني هو شكله الراجل الأكاديمي يجي يقول لك فين وفين وفين وبتاع لو مش موجودينها مش عارف اشتار لكن الناس اللي هما زي دول المكسيك والأرجنطنيين والكلومبيين وبتاع زينا القصة والبرتغاليين بطبيعة الحال يعني دول زينا فاقشطة يعني بالنسبة لي ده أفضل بكتير من الألماني راجل أكيد هيضر بسهولة يتعامل مع الوضع بتاعنا في الكرة الأفريقية والعشوائية اللي موجودة عند نادي الزمانيك طلب طلب ملفات كويسة ودي بداية كويسة يعني اللي هو يطلب طبعا طلب أولا طبعا هو هيبع معاه واحد بس محل الأداء وهو خاص بالشطق الأحمال البدنية كان بيتشتغل في سيتي في الأحمال البدنية وفتح خمس ملفات مهمة جدا أهمها طبعا أول حاجة لايحة العقوبات والمكافئات وده مهم جدا في نادي الزمانيك كلمنا فيه عايز تخط تلسين من الناس عشرة جنيه خمستاشر جنيه فعقده خطها بس العقود اللي هي مكتوبة طبعا دي عقود عايزة يعني يعشيب لها الطفل يعني بس حطها بقى بجزئات يعني خدت بطول الدور العام هتاخد والله هتاخد ستة قرش وهتزيد على لنك سبع قرش والجودة ولو خسرتها هيتخصم منك سبع قرش زي بقى أنت احنا مش حطينه في بانك بالفايز انت عقدك ده مش في بانك بالفايز عاملني معاملة البورصة يا عامة أو البنوك الإسلامية اللي انت والله هتق على المكسب معايا وعلى الخسارة معايا إنما قصة ده ده الجنان يعني فالراجل طلب الملف ده أول حاجة وطلب طبعا ملف عن عودة المصابين طلب ملف عن عودة المصابين وطلب كمان طبعا القوضة بتاعته تكون مجهزة بانترنت بسرعة عالية لأنه هيشتغل في النادي في وقت طويل جدا وده ياريت طبعا وهو زي ما قلنا هو اللي هيشتغل على الناحية البدنية فده ديت حاجات كويسة تدعو إلى التفاؤل شوية في نادي الزمانك نشوف الراجل لما يجي اخوان كارلوس هيعمل ايه المدرسة اللاتينية مدرسة كويسة لها تاريخ مع نادي الزمانك من أيام كابرال نتمنى اللي نادي الزمانك يخرج من الازمة اللي هو فيها لكنه برضو اخوان كارلوس أنا مش عايز والله العظيم غصب لعني فيه ناس بتقول لي انت ليه بتسودها في وشنا بس أنا غصب لعني والله أنا بحاول أتحسس أي أمل أمشي ورأي أمل وأمشي فيه بس القصة هي برضو مش قصة اخوان كارلوس وحوار الوكلة أنا معرفش عنه حاجة لأنه في حد كتب يعني إن فيه وكيل قدمه للزمانك بسعر 45 ألف دولار تقريبا وهما جابوه بقى بسعر أعلى ما عنديش أي معلومة في القصة دي ومعرفش النادي الزمانك لم يعلن هما جابوه بكام ومعرفش مين الوكيل أصلا يعني الوكيل ده ما يفيش حاجة اسمها أحد الوكالات يا جماعة بس عشان يبقى انت خبر برضو عشان ندي الناس برضو لحد اللحظة دي لحد ما بص أما يقولك أحد مش عايف إيه أعرف اللي الموضوع ممكن ما يكونش صادق مية في المية ممكن بصادق برضو افهم أنا بقولك إمكانية تصديق الخبر لكن لما يطلع الوكيل ده ويتكلم بلسانه يعنيش في الكلمة يبراجل ويتكلم بلسانه ويقول أنا سين فناني فناني كنت جايبه النادي زمانك بـ 45 ألف دولار وهم رفضوا فيهم محادثات زي ما حصل في صفقة القندوسي مثلا ورئيس نادي الجزائر طلع بكل الرجولة ووضح الموقف اللي حصل لو طلع الوكيل ده هنساعدتها هسد لك أنا فعلا مش همشه هورا فكرة أحد وكلالة ما أنا ممكن أقولك أحد وكلالة قالك هيجيبه مين أحد ده؟ هو مين؟ بس خلينا بس بقى عشان نتكلم بعض لربنا في القصة دي لك أنا ما نشوف حوار الفلوس ده كمان وهل وكيله من نفس الناس اللي برضو من نفس الناس اللي مدمره نادي الزمانك وأعتقد أنا ما شفتهاش نادي الزمانك أعتقد ده برضو ما عنديش خبر ده حاجة اعتقاد مش خبر ولما أنا بقولك خبر بل الحمد لله يعني على قد مقدر على قد مقدر بأم متأكد منه نادي الزمانك الله أكبر نادي الزمانك هيلغي التعاقد مع أحد وكالي اتنين وكالاء أعمال قريب جدا لأن في أحد لعبت زمانك أخذ مكالمة بيقال اللي هو لعب فيه بيعايزينه يخرج برة ويخرج طلع تاني على النادي الأهلي وهم عملوا كده والله العظيم وهذا الشهر وهذا الشهر وهذا الشهر مع أكثر من لاعب آخر مش أحمد فتوح فقط أنا عارفة الناس كلها عارفت قصة فتوح وأنا مكنتش فيها بحب أتكلم دايما في الحاجات اللي 100% بمتأكد منها في المية بس على المصار الده مش 100% بتاع أنا بقى اللي أنا عارفه اللي أنا عارفه غير حوار فتوح أنا حوار فتوح مش متأكد منه 100% لأني ما سمعتوش لكن أنا عارفه غير حوار فتوح سمعتم أن أكتر من لاعب آخر غير فتوح نفس الناس بتعمل نفس القصة وبتخرج برا علشان الناس ترجع على أندية أخرى ده حصلت كتير مع لعبة كتير فنادي الزمالك أفضله بصوا تجربة بتاعة 2014 نادي الزمالك عمله كان صيع قوي الفكرة مش هقول اسم حد حد اللي عملها عشان محدش يفتكر نادي الزمالك كان صيع قوي في الفكرة دي عمل ايه جاء في 2014 اتعاقد خلى 14 وكيل يبقوا يشتغلوله فأصبح له 14 14 مدير كورة 14 مدير رياضي تعامل معهم كلهم خلهم يشتغلوا معهم كلهم خلهم يشتغلوا له في الأندية فأصبح له 14 مدير رياضي وكمان الولاد دول اللي هم الـ 14 دول اللي هم وكلاء اللعبين دول لما هيبقى معاحد تجاتوه بعد كده هيدهلك انت الأول لما اشتغل معاحد لما اشتغل معاحد بس أو اتنين بس هو واحد يعني هو الواحد ده باتنين لما شتغل مع واحد بس ده بيدرك بهدوق خالص أو ده بيدرك يا عم هم ناس نظيفة جدا وحسن ناس في الكل ده بيدرك ليه؟ لأن التانيين معظم الوكالاء الأخرين ما بيجوا لكش بيدوا حتة الجاتول الأندية الأخرى الأول وبقى فيه أندية أخرى أكتر بكتير كمان من زمان يعني زمان كان نادي واحد فقط النادي الأهلي لأ دلوقتي بقى فيه فرقه بقى فيه فيوتشر ممكن أديله بقى فيه برامنز ممكن أديله بقى فيه أكتر من نادي ممكن أديله عادي اللي ما عدتش هستنى عليك قصة اللي أنا الزمانيك الوكرة كانوا بيدوا للزمانيك فقط أو للأهلي فقط وبعدين كانوا يشوفوك لا بقى فيه أصلا بديل غيرك فلازم تفهم دي لازم تفهم اللي فيه بدايل كتير خلاص بقت موجودة غيرك يقدر اشتري ويدفع نفس التمن اللي بتفعل والوكيل ولا همه أصلا اللعب يلعب في زمانيك ولا أهلي ولا قصة دي هو المهم في يوتشر مثلا هيتطلع لي كيام بنا متزه هيتطلع لي كيام هو ده اللي يهمه فما يهموش فهو هيشتغل مع عندها أخر فأنت المفروض السيعة اللي انت مش عادش مع ناس بس مع اتنين تلاتة بس اشتغل مع كل الناس يعني انت اشتغل مع كل الناس ده أفضل لك بس ده ده رأيي في المدير الفني وأنا معلش أنه أنا مانع فعلا حطة الرأي قوي بس لما جيت اتنرفست في حطة عدم وجود سيفيل المدير الفني اللي فات ده المجهول الألماني المجهول ده ده اللي خلاق قلت طالما انا قلت رأيي في القصة دي لازم اقول رأيي في المدير الفني ده وأنا اعتقاد الشخصي هو أفضل بكتير جدا راجل درب درب في بطولات دوري فعارف المسافات الطويلة يعني النفس في البطولات النفس الطويل ودرب منتخبات ومنتخبات كبيرة في بطولات كبيرة وجاي مع راجل مختلم جدا يعني فالزمانك أحسن بكتير طبعا من المدير الفني الألماني الأحسن طبعا لأ بس زمانك في مرحلة أصلا دلوقتي ولازم جمهور الزمانك دوجت نظر يعني طبعا نقفل القصة دي ما يقيمش للمدرب بكرة الصبح ولا بعد ولا عجل لازم ده جاي يبني للسنة الجاي جاي يوقف النزيف اللي ممكن كان يحصل في البطولة العربية البطولة العربية كان ممكن الزمانك يخسر نتائج كبيرة قوي فالزمانك علق أقل أنا مقولكش روح خد البطولة بالنسبة لي لأن البطولة أصلا في وجود الزمانك مستقر ووجود الزمانك مع مدير فانيوم ووجود الزمانك فرقة جامدة قوي قوي حتى في وجود صعبة جدا طبعا بمعاك النصر والشباب السعودي وغالبا الاتحاد المنستري في مجموعة كانت هتوبة صعبة جدا في ظل المساريف اللي بتتصلف في فرقة الخليج بالأخص والمنستري كمان فرقة مش وحشة فرقة كويسة يعني وماشا في الكونفدرية بشكل كويس وصعدت دور الله فمجموعة صعبة فبس الزمانك بقى ما كانش يعني لو راح بشكله الحالي كان هيخسر ربعتاشرات لايك كان الزمانك هيخسر ربعتاشرات هناك فالوقتي الزمانك بقى عنده مدير فاني يوقفه صحة في الملعب نتمنى ذلك نتمنى الزمانك يبقى عنده بناء للموسم الجديد ولكن اخوان كارلوس او مورينو او جورديولا ليسوا هم الحل من غير كلام كتير عشان ما انزعلش الناس بحاجات كتيرة جدا يعني وانا عارف الناس بتكتائب يعيني من الكلام ده ومش عايزين نتخلي الناس لكن دول ليسوا الحل كده حل مش هنقول اي حاجة تاني دولة ليسوا الحل الحل اكبر من كده بكتير جدا واظن الموضوع ظهر جلل بنهيار جميع الفرق الرياضية بشكل مرعب في نادي الزمانك لم تحدث في تاريخ نادي الزمانك ولا عشرية سودة ولا عشرينية سودة ولا عشرية سودة ولا عشرينية سودة فلازم الناس بس تتكاتف تشوف المشكلة ها وتقول له والله في الدولة دي في المؤسسة دي في السوبر ماركت ده في عندنا مشكلة اللي احنا ما بنعرفش نسوق لعلبة الصلصة دي فايه رأيك نحطها على في اول السوبر ماركت عشان الناس تشتريها الحاجات دي ما بتتبعش ايه رأيك بس ندخل على نادي فيوتشر زي ما انتو شفتوا الفضيحة الادارية اللي حصلت في نادي فيوتشر اللي لسه بعض الصحفيين التي تقبض من جهات متعددة تابعة لرئيس نادي فيوتشر ورئيس نادي اخر ورئيس حاملة هو رئيس سباح 8000 حاجات كده نفس الناس دي بتقبض من كده واقعوا في خطأ فادح فضيحة ادارية يعني فضيحة اخلاقية ضربوا الناس ضربوا في رؤية بلدهم وتخانقوا معهم وتعاملوا بلطاجة في ملعب الدفاع الجوي وكمان فضيحة ادارية النهاردة بتثبت وبيثبت زي ما قلنا لكم في لايف الجيم الفاكر لايف الجيم لما كنا في القضية بتاعت برضو فيوتشر لو انت لكم احمد زاهر قبل الكلام ده بالتلات ايام من قبل ما الناس الحمد لله كل الناس بتشيد بيها عن نت دلوقتي والناس كلها عملاله بسطات وهو يستحق ذلك واكثر لانه من انضف الناس اللي شغالة في الوسط الرياضي ومن اكتر الناس اللي فهمة اوي 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 التفاصيلات الصغيرة جدا في الوسط الرياضي لذلك نادي برمز يعني قدر يخطف صفقة زيادات من نادي الزمالك بصراحة انا صفقة ممتازة لانه معهم راجل بيهتم تفاصيلة الشرط يعني زاهر مرعف في التفاصيل بقى امانة فراجل يعني الناس كلها بتديله حق وهو يستحق وهو اللي انتصر الناس لما طب هقول لكم على حاجة عشان تبينوا معدن محيط الزمالكوي بتاعك معدن محيط الزمالكوي انا بكلم عن الزمالكوية دلوقتي شفتوا حد الكلمة انا احمد زاهر في البرامج تكلم عليه في الميديا معدن محيط ما تبصليش على البسطات اللي عندك ليه لان اللي عندك زي ما الكوية فبي يحب الراجل زاهر ابننا ابننا يعني وراجل اللعب في النادي زي ما لك على فكرة في الناشئين لعب في البطولة بتاعت الاتحاد سكندرية ولعب لعب فرق وصعد كنا بنعب حاجة بطولة اسماء البطولة السيافية برشلونة وبتاع وكانت بتلعب في اتحاد وهو لعب المباريات دي المهم يعني خلينا في في اللي احنا فيه محدش زي عبدالزهر عبدالزهر خد ثلاث نقط ها عبدالزهر خد ثلاث نقط ولا مش عاب وهو كانوا ياخد نقطة أصلا الناس عملته قسطورة الأساطير ليه لان معاهم الإعلام والميديا والحياة والناس اللي هي بتقبط من الجهات الكتيرة دي انتوا عارفينها بتاعت رئيس النادي هذا الرئيس النادي الجديد المارض الأعظم دلوقتي في الكرة المصرية النهاردة ماجد سامي خلينا من الأول في فيوتر قبل ما نروح لمجلس عسلية عملت كينة برضو في المادة يعني فيه بنود هتوقف الاتحاد المصر المفروض المفروض الكاف بيجننني بصراحة يعني النهاردة إذا ثبتت الرابطة الوطنية التي انتمي إليها الفريق المعنى قد شاركت في الاحتيال من خلال مساعدة النادي المزنب اللي هو فيوتشر فسيتم تعليق هذا الاتحاد وجميع الأندية الخضاء له من مصابقات كاف من مدة لتلات سنين يعني المدة هتوقق بقى ما بين المدة الأندية لمدة تلات سنين تمام؟ وأي خطأ إداري في تسجيل اللعبين سيتم إيقاف الأندية المعنية اللي هو فيوتشر سنة مع سنة فين الإيقاف سنة؟ فين الإيقاف سنة بتاع فيوتشر؟ فين إيقاف للتحاد؟ وفين إيقاف السنة؟ لو خدوا المركز التاني حد بيسألني دلوقتي هيروح أفريقيا هيروحهم لسه متوقفوش هنا النهاردة السؤال بقى يعمل السؤال قال لك ليه فيوتشر برامدز؟ ليه مكمل لحد دلوقتي في الله أكبر في العقوب؟ لأنه هو ممكن يبقى تالت وفيوتشر تاني ممكن يروح مكان فبديهيات دي أول حاجة تاني حاجة السؤال يتقلب بقى هو ليه أصلا؟ عشان تعرفوا اللي فيه كارثة؟ ها؟ مش النهاردة أنا كفيوتشر خرجت؟ كده كده النتائج اتحسبت أو متحسبتش؟ فيوتشر مقدم طعن إليه؟ ها؟ حد يقولي مش كده كده النتائج دي يا جماعة براها النتائج دي خلاص اتحسبت؟ يعني النتائج دي اتحسبت خلاص فيوتشر خدها بقى ما خدهاش كده كده خرج من البطولة مقدم طعن إليه؟ عشان هو هيتوقف سنة لكن فيه ناس وقفة مش ممكن يا جماعة الجبروت داية وصلت لكده قلت فاكرين من زماني يا حلوين يا شاطرين فاكرين انت أخواتي وفاكرين والله قلت له كان فيه مارد واحد دلوقتي بقى فيه أكتر من مارد معاه كمان حاجات يعني معاه كمان أدوات تحربك بيها يا دي القصة الأصعب يعني دي بقت القصة الأصعب بقى فيه أكتر من مارد يا حربك في القصة دي كانت القصة زمان نادي واحد دلوقتي بقى فيه أكتر من نادي ومعاه أدوات أكتر منك بكتير البند واضح وصريح يقاه فيه أسأل نادي سنة دي ما فيهوش كلمة تمام؟ ليه النادي دا بيقدم أصلا هو دا السؤال هو دا اللي تقلم دا التوست ما تقوليش ما ترديش أصلا السؤال ليه فيوتشر مكمل لأنه حق ولأنه السنة الجاية ممكن بريمتز يبقى الثالث بليهياته ومين التاني يبقى نادي فيوتشر فيدخل مكانه دوري الأبطال لو توقف سنة يبقى الرابع وهو الخامس بريمتز عادي بقى وهكذا ورئيس نادي الزمالك دي برضو رسالة من الناس اللي دايما بتقول لازم يتضمن مع بريمتز في القضية دي مش هتكلم برضو في أي رأي لازم يتضمن مع بريمتز في القضية دي لأنه قد يعود الزمالك مع الراجل كارلوس مع الراجل الكرومبي اللي جاي قد يعود والزمالك هياخد مركز ثالث ويبقى سابقه فيوتشر ساعتها يا بنت هتستفيد يا عم خد الزمالك لان يعود وفي بقى الخامس هتقبى مستفيد انت هتدخل كنفضرالي فنادي الزمالك لازم يتضمن مع الحق قبل ما تضمنه مع نادي في بريمتز مع الحق والعدل اتعاقب انت ككاف عقبته أصلا يعني قضية جلل واضحة ويقينا الحكم عنوان الحقيقة زي ما بيقول ومفيش حاجة تانية خلاص انت حاكمته وديته عقوبة اللي هو أشرك لاعب بالخطأ الاداري برا السيستم واتكلمنا عن الموضوع ده وانت قد تيامو كنا قيلين ان الخطأ ده هيوقفهم لفاك فالنهارده فينا العقوبة بتاعت الإقاب السنة ازاي عدت أصلا من الككاف مش ممكن الكاف مش ممكن انت هود انت كاتبها نهارده بقى خلينا نقرأ لكم بقى بوست تاني في نفس القصة تمام استاذ ماجد سامي النهارده بيقول الكرة المصرية وتضرب المصالح اللي برضو بوست اللي كتبناه على الفار ها الفار اللي في دورة رمضانية اتاخد من الكرة شوفوا الفضيحة شوفوا العار شوفوا الضمار وده ماجد سامي بالسنتياب عشان ما تقوليش بقى براحة وخاف عنها ده ماجد سامي ماجد سامي مش سنتياب قالك مباريات الدورة الممتاز بتقام بدون فار لانشغاله في بطولة رمضانية والدية ده ماجد سامي ماجد سامي ماجد سامي بالسنتي تمام مباريات الدورة الممتاز تقام بدون فار لانشغاله في دورة رمضانية بنادي ونافس على الصعود في الدرجة التانية طيب هو هو بتكلم عشان مصلحته لاني زد ونافس نادي وادي دجلة ومش عايز اقول لكم في الدرجة التانية هم عاملين ايه في دجلة بصراحة زد ده الله اكبر عليه لو بيتابعوا المباريات يعني مش بس كده هو ايام اشتكم التحكيم يعني مش بس كده لان بعض الحكام وده بقى نقطة مهمة جدا في حكام دوليين في البطولة دي بيحكموا النفس النادي مش بقى هو بيقول بقى مش بس كده لان بعض الحكام الممتاز يعتذرون عن ادارة مباريات الدورة الممتاز شوفوا الفضيحة الفار خدوه اكسم بالله ده اللي عيله ماجد سامي طيب احنا قلنا لكم من يومين ثلاثة الكلام ده الفار نادي زد نادي زد خاد الفار من الكرة المصرية وممكن نادي ينزل ونادي يقعد ونادي ياخد مركز ثالث ونادي ياخد مركز رابع ونادي يضيع مستقبأ بسبب كرة بسبب اللي نادي يزد ياولاد عنده بطولة ودية رمضانية لعيال عندهم خمستاشر سنة انتو متخيلين الاعارة اللي بقينا فيها انتو متخيلين يعني انتو متخيلين مستوى الاعارة اللي وصلنا لها مش بس كده الراجل بيقولك مش بس كده ده كلام ماجد سامي ان الحكام بقوا بيعتذروا عن المباريات في الدورة الممتاز من اجل مباريات لا طبعا البوكت ماني في زد ده كان للعيبة اللي هي اصحاب احد اللعبية كانت اللي بيدي كان بياخد 10.000 دولار اكسم بالله مهم فهتخيل الحكام بقى بياخد كان تمام وكمان يتقاضون من ادارة هذا النادي مقابل ضعف هذه المباريات في ادارة سينتهي شهر رمضان هو بيقول بقى سينتهي شهر رمضان وسيعود هؤلاء الحكام للتحكيم في مباريات الدولة الممتازة ومباريات الدرجة التانية التي من ضمنها مباريات نادي زد التي من ضمنها الذي نظم هذه البطولة الذي نظم هذه البطولة الكابتن حازم امام هو بيقول عشان نبارينا كل البيان الذي اقدره جدا بيشتغل في التحاد الكرة وعده مجلس ادارة في نفس النادي وله منصب ومصالح لسته في عداء مع الكابتن حازم امام ولا عداء في نادي زد عداء موجه لتضارب المصالح ماشي حلو فعلا حازم فعلا ما ينفعش يشتغل كده ولا هين وأنا بقول لك هؤ حازم ما ينفعش يجي في القناة الحلل وهو عده مجلس ادارة ده خيال علمي ده خيال علمي بيحصل في مصر وأنا اللي بقول لك وهو عده حازم امام ده خيال علمي ولا بركات ينفع يطلع في اعلاني يا جماعة والله ولا بركات يطلع ينفع في اعلان للنادي الاهلي ولا ينفع يعمل برنامج نفس الكلام لازم برمكسه واحد ده ببدايا في حتة حازم وبركات وكل انت عده مجلس ادارة بتقبأ لازم تقبأ راجل ما يحدش يشوفك أصلا انت بتديك قرارات بجاسة زي انت بنا آدم بعيد عن زي القاضي انت عده مجلس ادارة يعني عده مجلس ادارة انت زيك زي القاضي زيك زي القضاء منزة ولا تحلل ولا تعمل اعلانات لنادي معين وخلاص مش عايز تبأ في نديك وتفتخر بيه وتحلل وتيجي وتيجي تعمل كل ده ها تمام عادي اشطأ عسل بس بعد على اتحاد الكور لكن فيه اصلا ده حنا نتكلم بس هو ايه حازم امام بركات كده ده فيه شخص واحد رئيس سبع حاجات وانتو سايبينه والراجل هو ايه اعتبر ما اتكلم عليه في القصة دي ده فيه شخص واحد رئيس سبع حاجات في بعض وبيجيله نفس الحكام وبياخد الفار ياخده وبيعاملهم ومطشاطه بتتزعله مش عايف ايه وعنده سيدي وتعليل ايه والناس بتزعله والناس اشدت بالعجل بتاعه قديه لما خد مقطتين النهارده لما هو واعلامه وبالاخص كابتن شبير اتفضح فضاحت امه الطهر يمتروحها على المعاش بعد ما اجزم وطرع وقال لك احنا موقفنا صحيح مليون في المية هو نفسه النهارده بيقول اللي ده ما ينفعش وحما دريفة مش قادرين يقولوا اللي دي في ضيحة يا جماعة حصل دي في ضيحة حصل من اتحاد المصري ومن فيوتش معايش فاعلامك فا ايه ده ايه ده قرياطة ايه اللي بتتلعب ده اسمع ده ده ماجي تسام حد يرد بس على البسط ده يعني ايه دي يعني ايه يا جماعة يعني ايه دي ياخد الفار ويحلم كل قديهة مصري منه وياخد الحكام ويحلم تزرع عن مواطشات الدور العام هو فيه كده يا جماعة هو فيه كده لا واحدهم رئيس هذا النادي يعني الرئيس الاجبر بس هو مش فاضي على فكرة هو فعلا فعلا هو الراجل ما يعرفش حاجة انا بقول لك الراجل نجيب سويروس لا يما بيقى دي المرماية فيها شوية فلوس وبتاع ماشية ماشية جابت جابت مجابتش مجابتش هالعجلة داير فاملوش داعها بس هو دايما كان يعاني يعني من الاحتقار ومش عارف ايه والسوق مفهوش منافسة انت بتعمل كل ده ده انت خدت الفارم اللي الان دا كلها وهتلعب بيه بتاخده ولسه فنة 2006 بتاعها تزد دي خدوا مصر كلها اشتروها وهتبقى فرقة مرعاية فعلا على المستوى البيت لانها فعلا بتتدرب ومعها مرعيين وتصرف عليها مساليف كبيرة جدا فاشترو انت بتكامل مع الاحتقار وانت اصلا واخد السوق كله في النادي ده النادي ده كله وكدة هياخد السوق كله في كل حاجة طبوص أحبه بقالفه انت واخد اعضاء مجلس التحرط الكرة مشغالهم عندك في النادي مابين كلهم على فكرة اسيبك اللي عضوا مجلس درع ولو مش عضوا مجلس درع كل اللي في الرياضة المصرية اعلام وميديا والتحرط كونه شغالين عند النادي ده كل اللي في الرياضة المصرية ميديا وإعلام وشغلين عند النادي ده ما بين إعلانات بقى بتيجي ما بين شغلين في برامج ما بين شغلين أصلا في النادي ده فالنادي اشترق مصر كلها فلو كان الزمالك وانا وده لنا حذرت بنوزه عن كوية زي ما قلت لكم لو كان الزمالك بنفس نادي واحد بس عمي ده وانا بحبك حبيبي عم الإسلام بحبك والله وانا كلنا بنحب كلنا اخواتي عمو ربضان كريم ونتقابل على خير دايما يا رب سلام